بيبدأ الفيلم في مدينة بعيدة جدا وسط الجليد وفي المدينة دي بنشوف الأجزام اللي كلهم بيبقوا سعدة جدا ومبسوطين وده لأنهم في نهاية شهر ديسمبر وده معناه انه هم بيستعدوا للكريسمس وبيوزعوا الظهور في الشوارع والأطفال بيلعبوا مع بعض وبيبقوا عايشين حياة جاملة جدا وبنروح لجبل بعيد شوية عن المدينة وفي الجبل ده بيبقى موجود بيت وجوال بيت ده بيبقى عايش جرنش أكتر شخص بيكره الكريسمس وبيصحى من النوم وهو متعصب وبيكسر المنبه وبيشد الحبل وبيضرب الجرس وساعتها بيصحى الكلب ماكس وبيروح يطلع فوق جهاز القهوة وبيحضرها له وبيطلع في الأسانسير وكمان بيقدمها له بعد كده جرنش بياخد شوار وبيزبط نفسه وبيلبس هدومه وبيقعد على الكرس اللي بيطلعه للصفرة لكنه بيستغرب لما بيلايش أكل في الطبق وبينصدم لما بيدور في البيت كله وبيفهم من المغزون الاحتياطي خلص منه وبيفتكر انه كان بيأكل كتير الفترة اللي فاتت وده علشان ينسى حزنه وبيتدايق لانه كده هيدطر يروح لمدينة الأجزام في الكريسمس وزي ما انتم عارفين هو بيكره الكريسمس جدا وبينطلع هو وماكس علشان يروح يجيبه أكله طبعا محدش بيبقى عارف ليه جرنش بيكره الكريسمس ولا حتى هو وبمجرد ما بيقرب من المدينة ما بيرضاش يساعد الولد الصغير وبيضمر الراجل التلج بتاعه وطول ما هو بيبقى ماشي بيفضل قافل ودانه علشان ما يسمعش أغان الكريسمس وبيجري بسرعة وبيدخل للسوبر ماركت وبيبدأ ان هو ياخد كل الحاجات والأكل اللي محتاجه وكالعادة بيرفض ان هو يساعد الست القصيارة وبيسيبها وبيمشي وفي واحد من بيوت الأجزام بنشوف الأم دي واللي بتبقى بتعاني في تربية أطفالها التوأم لكنها بتقدم لهم الأكل وبتفضل تحاول تنظف الحد اللي بيبقى مزدود وبتيجي بنتها اللي اسمها سيندي وبتوسيها وبتعرفها انها لازم توصل الرسالة دي للبريد في أسرع وقت وبتودع مامتها وبتسيبها وبتخرج من البيت وبتتزلج على الجريد علشان تلحق ساعي البريد قبل ما يمشي وبتنطلق بسرعة وبتتزلج على أسطح البيوت وهي ساعدة ومبسوطة لحد لما الرسالة بتطير منها والسوء حظاها بتوع على جرينش اللي بتعصب جدا وبيزعق معاها فسيندي بتعتذر له عن اللي حصل وبتسأله إذا شاف الرسالة بتاعتها وطبعا جرينش بيتريق عليها وبيفترض انها كانتها تبعت الرسالة دي لسانتا علشان يجيب لها هدية فبتتعصب سيندي وبتقول له انها طلب حاجة أهم بكتير من مجرد هدية فجرينش بيتريق عليها وبيقول لها انه أصلا سانتا ملهوش وجود وبيسيبها وبيمشي والحصن الحظ الرسالة بترجع لسيندي تاني ولما جرينش بيبقى راجع للبيت بيستخبى من القزم اللي اسمه بيركل اللي بيبقى باين عليه انه هو سعيد جدا بالكريسماس ولما بيبقى بيتسلل علشان يبعد عنه واحد من البلونات بإغبطه وبيوقاه على الأرض فبيركل بيروح له بسرعة وبيطمن عليه وبيفرجه على كل الاستعدادات اللي هو عملها للكريسماس وبيفهمه ان العمدة عايز احتفالات الكريسماس تكون أكبر وأحسن من كل سنة حصلت قبل كده فجرينش بيفضل التاريق عليه وبيسيبه وبيمشي هو والكلب ماكس علشان يرجعوا للبيت وبالليل بنشوف جرينش اللي بيبقى بيتفرج على المدينة من فوق الجبل وهو متدايق ومتعصب وبيدخل للبيت وبيقعد قدام الدفاية والكلب ماكس بيحاول يوسيه وبنروح لسيندي اللي بتبقى لابسة جواجد كتير جدا وبتوضع مامتها وبتقول لها انها رايحة للكتب الشمالي وده علشان تقابل سنة وتتكلم معاه في حاجة مهمة فبتستغرب الأم وبتتمنى لها رحلة سعيدة وبتفكرها ان الرحلة للكتب الشمالي هتاخد شهر أو أكتر فبتنصدم سندي وبتفهم انها بكده مش هتلحق تحضر العيد وبتكرر انها ما تروحش وبتساعد مامتها في تزيين البيت وتاني يوم بنشوف جرينش وهو بيعزف على البيانه بس الكلب ماكس بيقطع وبيعزف على الطبول فبيتعصب جرينش وبيزعق معاه وبيطلب منه يمشي بس بعد كده بيروح يعتذر له عن اللي حصل وفجأة بيحس بهزة أرضية في البيت ولما بيخرج علشان يعرف اللي حصل بينصدم بشجرة عملاقة طايرة في السماء وساعتها بيركل بيفهمه ان دي هتكون شجرة الكريسماس وبيطلب منه ييجي يحضر معاهم الاحتفال فبيفقد جرينش عصابه وبيكرر ان هو يدمر الشجرة دي وبالليل بنشوف الأجزام اللي بيبقوا بيوصلوا الزينة بتاعتهم للعمال علشان يعلقوها على الشجرة من ضمنهم سيندي اللي بتخلي العامل يعلق العروسة بتاعتها بعد كده سيندي بتروح لصادقها وبتقول له انها عايزة تتكلم معاه في حاجة مهمة وبينطلقوا هما الاتنين وسيندي بتشرح له انها هتفضل صحية طول الكريسماس علشان تقابل سانتا وبتفهموا انها عايزة تقابله علشان تطلب منه يساعد مامتها لانها بتشتغل طول الليل وبتهتم بيهم طول النهار وما بترتاحش خالص وبنروح لجرينش اللي بيبقى مجهز منجانيك وموجهه على شجرة الكريسماس العملاقة وبيستعده علشان يطلق القذيفة بس المانجانيك بيتحرك من مكانه وبياخد جرينش في طريقه وقبل ما يعمل على الحفة جرينش بيحاول يوقفه لكن المانجانيك بيطلقه هو بدل القذيفة وبيرمع على شجرة الكريسماس العملاقة وبالغلط جرينش بيشغل الأضواء والشجرة بتنور وبيبقى شكلها جميل جدا بعد كده جرينش بيعمل الشجرة وبيمشي وسط الأجزام وهو متضايق من اللي حصل باللحظة دي بيفتكر نفسه لما كان لسه صغير وعايش لوحده في الملجأ ولما الكريسماس كان بييجي ما كانش في حد بيجيب له هدية ولا شجرة ولا اي حاجة خالص وطبعا كان بيحزن لما بيشوفوا ان كل الأطفال فرحانين بالكريسماس وبيلعبوا مع أهلهم وساعتها هو أدرك ان الكريسماس أسوأ يوم في السنة بالنسباله لأنه بيفكروا قد ايه هو وحيد وكمان بيتفرج عليهم وهم بيأكلوا مع بعض وبيحزن أكتر لما بيسمعهم وهم بيغنوا للكريسماس وبنرجع لوقتنا الحاضر وبنشوف جرينش اللي بيوصل للبيت وهو متضايق وبيقول لماكس ان هو لازم يدمر الكريسماس وفجأة بديله فكرة مجنونة وبيقول ان هو هيسرق الكريسماس من مدينة الأجزام وبيفهم ماكس ان هو هيسرق كل الأشجار وكل الهدايا وكل الزينة وحتى الأكل وهيبتدي في تنفيذ الخطة من بكرة وتاني يوم جرينش بياخد ماكس وبينزل للمختبر بتاعه وبيفهموا ان هو هيتنكر في زي سانتا وبدل ما يوزع الهدايا على الأجزام هيسرق كل حاجات الكريسماس منهم وطبعا ماكس بيبقى مستغرب من كلامه وبنروح لسند اللي بتركب الزلاجة بتاعتها وبتقابل صديقها وبينطلقوا بسرعة وبيروحوا للغابة وبيوصلوا للبيت اللي هم عاملينه في الشجرة وبيطلعوا فوق وبيبدأوا يخططوا ازاي هيقدروا يقابلوا سانتا وبيقترح الولد ان هم يحطوا عسل كتير جدا على السطح وساعتها غزان سانتا هتلزى ومش هتقدر تتحرك من مكانها وهم هيقابلوا سانتا لكن ساندي ما بتعجبهاش الخطة دي وفجأة بتجيلها فكرة وبتقول انها هتحتاج كل أصدقائهم وبنروح لجرينش اللي بيوري ماكس بوك بيجذب الغزلان وبمجرد ما بيستخدمه ما بيجيبش غير معزة فبيسبح وبيمشي وبيفهم ماكس ان هم لازم يدوروا على الغزلان في كل مكان وبعد مدة كبيرة جدا من البحث وبيتجمدوا وسط الجليد بيوصلوا لمكان مليان غزلان فعلا لكن بتيجي المعزة وبتصرخ وبتخاقوا في كل الغزلان دي وبتخليها تجري والحسن الحظ جرينش بيلاقي غزال لسه واقف مكانه وبيقرب منه علشان يصطاده ولما الغزال بيحاول يهرب جرينش بيرمى على الحبل علشان يمسكه لكن الغزال بيشده وبيغبطه في الشجرة بس بعد كده بيرجع يفوقوا تاني وبيكرر يرجع مع جرينش وماكس وبنروح لسندي اللي بتقابل اصدقائها اللجوم علشان يساعدوها وساعتها سندي بتفهمهم انها عايزة تمسك سانتا كلوز وده علشان تطلب منه طلب معين وطبعا اصدقائها بيكرروا يساعدوها وبالليل بنشوف جرينش وماكس وكمان الغزال وهم بيتسللوا وبيقربوا من بيت بيركل وجرينش بيطلب منهم يستنوه هنا لحد لما يطلع على سطح البيت ويسرق الزلاجة وفعلا بيتسلل بهدوه وبيقرب من البيت لكنه بيتخض لما بيشوف الكلب وبيجري بسرعة وبيحاول يهرب منه وبيطلع على الدور التاني وبيستخبى فوق الباب علشان بيركل ما يشوفهوش ولما جرينش بيجي اطلع على السطح بيشوف علة بيركل وهم بيغنوا للكريسماس وبيتأثر جدا لكنه ما بيهتمش وبيروح علشان ياخد الزلاجة بس الكلب بينقض عليه وبيوقع الزلاجة وبالصدفة جرينش بيتارجح وبيرمي الكلب جوه البيت وكمان الزلاجة بتقع على الجليد وبتتعلق في الغزال اللي بيسحبها وبينطلق بعد كده جرينش بيرجع للبيت وهو سعيد جدا ومبسوط وبينام هو وماكس وكمان الغزال مع بعض على نفس السرير وتاني يوم الصبح بنشوف جرينش اللي بيبقى مجهز نفسه علشان يعرف عدد البيوت اللي في مدينة الأجزام وكمان بيبقى مجهز ماكس بمروحيات وكاميرات مرأبة وبيتحكم فيه وبيخليه يطير ويرأب المدينة بس للأسف ماكس بيروح علشان يكل نقانك وبيعطل المراوح وبيفقد السيطرة وبيغبط في جرينش بعد كده جرينش بيروح يراجع مجسم المدينة مع ماكس والغزال وبيشرح لهم ازاي هو هيبتدي يسرق البيوت بالترتيب وطبعا بيبقى عامل حساب كل تفصيلة صغيرة وبيفضل يحذرهم من البسكويت اللي هيكون موجود في كل البيوت يوم الكريسماس وبنروح لسندي واصدقائها اللي بيبقوا عملوا فخ سانتا علشان يمسكوه ولما صادقها بيمثل ان هو سانتا وبياخد البسكويت بيوع في الفخ وبنرجع لجرينش اللي بيوري الزلاجة الماكس والغزال بعد ما عدلها وبيجهز الغزال وبيروبطه بالزلاجة وبيخليها انطلج بسرعة كبيرة وبيفضلوا يتزلجوا وهم سعدة جدا ومبسوطين وطبعا جيرينش بيبقى فرحال لان بكده خطته هتنجح لحد لما الغزال بيقف فجأة لما بيشوف مراته وابنه اللي بيجوا يحضنوه وبيتلمش عملهم تاني فبيتأثر جيرينش وبيحرر الغزال وبيودعه وبيسيبه يمشي مع مراته وابنه وبنروح لمدينة الأجزام اللي بيبقوا سعدة جدا ومبسوطين لان بكرة هو يوم الكريسماس وبيفضلوا يشتروا هدايا لكل أصدقائهم وكمان كل طفل بيتصور مع عائلته بالوقت ده ماكس بينزل للمختبر وبيشوف الأجهزة اللي جيرينش صنعها علشان يقدر يسرق الهدايا وكمان بيستعدوا وبيلبس اللبس بتاع سانتا بعد كده بيشجع ماكس وبيقوله ان هو كلبه مخلص جدا وعلشان كده هو اختاره يقود الزلاجة وبالليل بنشوف سيندي اللي بتقول لما موتها انها مش عايزة من سانتا غير حاجة واحدة بس فما موتها بتودعها وبتتمنى لها أحلام سعيدة وبتسيبها وبتمشي وبعد شوية سيندي بتروح تحضر الفخ لسانتا وبنروح لجيرينش اللي بيبقى مستعدة علشان يبدأ يسرق الهدايا وبينطلق ماكس وبيسحب العربية وبيجري بسرعة وبمجرد ما بيوصلوا للمدينة جيرينش بيطلع فوق البيت وبينزل من المدخنة وبيبدأ ان هو يسرق الهدايا اللي بيحطهم في العربية وبيفضل جيرينش يتنقل من بيت للتاني وهو بيسرق كل حاجة فيه ومهما ان كانت عدد المشاكل اللي بتقابله كان بيقدر يتغلب عليها زي القزم اللي بيمشي وهو نايم او كمان القط الصغير وبالرغم من ان هو بيبقى عارف ان فيه اطفال كتير هتحزن بسبب اللي هو عمل وما بيتقصرش ولا بيحس باي زم حتى لما بيبقى ماشي وسط المدينة بيسرق الاضواء وبيخد المكان كئيب وبعد مدة بيبقى سرق كل البيوت وما فاضلش غير بيت واحد بس والبيت ده بيبقى بيت سندي وبيسرق الاضواء اللي على البيت وبينزل من المدخنة علشان يسرق الهدايا وبالصدفة بيشوف البسكويت وبيقرر ان هو يقلب ومجرد ما بياخده الفخ بيشتغل وبيمسكه من رجله وبيعلقه في السقف وطبعا سندي بتصحى على صوت الانذار وبتعرف ان سانتا موجود في البيت وفعلا بتروح لجرنش وبتبقى مقتنع ان هو سانتا وبتحرره وبتعتذر له عن اللي حصل وبتساعده وكمان بتجيب له لبن وبتعامله بلطفه وبتبقى منباهرة انها شافته فجرنش بيشكرها وبيطلب منها ترجع للسرير وتكمل نومها وساعتها سندي بتقوله انها مش عايزة اي هدايا في الكريسماس وعايزة حاجة تانية وهي ان هو يساعد مامتها وده علشان هي بتشتغل كتير وبتساعد الناس وبتهتم بيهم وبترتاحش ابدا فبيتأثر جرنش لما بيسمع كلامها وبيطلب منها ترجع لسريرها فسندي بتشكره وبتتمنى ان هو يحضر الكريسماس معهم بكرة ويسمحهم وهم بيغنوا وبتقوله ان هو لما هيغمد عينيه ويسمحهم وهم بيغنوا هيحس بسعادة كبيرة جدا وبتحضنه وبتشكره وبتودعه وبتسيبه وبتمشي بعد كده اجرنش بيسرق الهدايا وبيركب العربية وهو متأثر وماكس بياخده وبينطلق وتاني يوم الصبح سندي بتنصدم لان الهدايا تسرقت وكمان كل الاجزام بيبقوا مستغربين من اللي حصل وطبعا محدش بيبقى فاهم من اللي ممكن يعمل حاجة زي كده وبتحس سندي بالزنب وبتقول لما متها انها السبب علشان هي عملت فخل سنتا وده خلا يسرق الكريسماس منهم فما متها بتوسيها وبتقول لها ان اللي عمل كده سرق شوية هدايا واضواء لكنه ما سرقش الكريسماس لانه موجود في قلوبهم وبنرجع لجرنش اللي بيبقى بيزوق الهدايا هو وماكس علشان يرموها من على قمة الجبل وبمجرد ما بيوصلوا للحفة جرنش بينصدم لما بيسمع الاجزام وهما بيغنوا للكريسماس وبيستخدم المكبر وبيشوف ان هما سعدة ومبسوطين رغم انه هو سرق الهدايا منهم وبيتأثر لما بيشوف سندي وبيغمد عينيه وبيبدأ يسمع الاغاني زي ما هي قالت له لأول مرة بيحس فعلا انه هو سعيد لكن للأسف عربية الهدايا بتوع من على الجبل وجرنش بينط وراها وبيمسكها وبيستخدم الخطاف وبيتعلق في الحفة والسوق الحظ الحفة بتتكسر وعلى آخر لحظة الغزال بيمسك الخطاف وبيسحبوا بمساعدة مراته وابنه وكمان ماكس بينضم لهم وبيتحدوا كلهم مع بعض وفعلا بيقدر انه هما يسحبوا جرنش والعربية لكمة الجبل تاني وطبعا جرنش بيفرح جدا وبيشكر الغزال لانه انقاذه بعد كده بيأخد الهدايا هو وماكس وبينطلق علشان يرجعهم للأجزام تاني وبمجرد ما بيوصل للمدينة بينزل من على الهدايا وبيعترف لهم انه هو اللي سرق الهدايا وبيعتذر لهم عن كل اللي عمله وبيقول لهم ان هو عمل كده علشان كان فاكر ان ده هيحسسه بسعادة بدل احساسه بالوحدة طول الوقت وبيروح لسندي وبيعتذر لها مخصوص وبيسيبهم وبيمشي وهو حزين ومتدايق وبيرجع للبيت وبعد شوية ماكس بيكتشف ان جرنش جاب له هدية وبيفضل لعب بيها هو سعيد جدا ومبسوط وفجأة الباب بيخبط وبيتفاجئ جرنش لما بيلاقيها سندي اللي بتعرفه على نفسها وبتتعرف عليه هو وماكس وبتفهموا انها جات لهنا علشان تدعيل عشاء الكريسماس معاهم فبيستغرب جرنش وبيفكرها ان هو سرق الهدايا بتاعتهم فسندي بتقوله انها عارفة ان هو عمل كده بس يلوقت ان هو يبطل يعيش لوحده وبتبقى مصررا ان هو يحضر العشاء معاهم وبتسيبه وبتنطلبه وفعلا بالليل جرنش بيروح لبيت سندي وبيقابل مامتها اللي بترحب بيه وكمان سندي بتاخده وبتعرفه على كل اللي موجودين وبيبدأ يتصرف معاهم بلطف وبيقابل بيركل اللي بيحضنه وبيبقى سعيد بوجوده وكمان بيساعد مامة سندي في تجهيز الصفرة وقبل ما يبتدوا العشاء بيطلب منهم يسمحول ان هو يتكلم معاهم وبيقولهم ان هو فضل عمره كله يكره الكريسماس لكن دلوقتي ادرك ان هو ما كانش بيكره الكريسماس لكنه كان بيكره الوحدة وبيشكرهم كلهم مخصوصا سندي لانها غيرت حياته بالكامل بعد كده جرنش بيحتفل بالكريسماس مع الاقزام وهو سعيد جدا ومبسوط وفي النهاية ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة علشان تشوف الفيديوهات الجاية وكمان تخش تشوف الفيديوهات اللي فاتت سلام